استقبل وزير وشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج بمقر الوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية وانلي وتطرق الوزير خلال هذا اللقاء نبيل عمار إلى علاقات الصداقة والتعاون التونسية الصينية والإعداد للاستحقاقات الهامة القادمة وخاصة للزيارة الرسمية التي سيقوم بها وزير وشؤون الخارجية الصيني إلى تونس وانج يي أيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من جانفي الحالي التي تتزامن مع الاحتفال بستينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين وثمن الوزير علاقات التعاون المتميزة التي تربط تونس والصين مؤكدا حرص بلادنا على مزيد تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين